اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة عرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن سعادته بتنظيم بطولة بريف في نسختها الرابعة والعشرين بالعاصمة البريطانية لندن والتي حضيت باهتمام من قبل الجهات الرسمية بمن عكس على نجاح هذه النسخة من البطولة ليضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها في هذا الحدث في رياضة فنون القتال المختلطة لفئة المحترفين وقال سمو بداية نود أن نشيد بعمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة والتي تمتد لأكثر من مئتي عام والتي اكتسبت طابعا خاصا بفضل المساعي المتواصلة للبلدين في تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات لسيما على المستوى الرياضي مضيفا سمو أن البحرين وبريطانيا قد شهدتها تطورا ملحوظا على مستوى رياضة فنون القتال المختلطة والذي أسهم في تبابؤهما لمكانة متقدمة على المستوى هذه الرياضة وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إن إقامة بطولة بريف في لندن قد أكسبها قوة إضافية تسهم في دعم انتشارها العالمي نظرا لما تتمتع به لندن من موقع استراتيجي بين دول العالم وباعتبارها إحدى المحطات الرئيسة في رياضة فنون القتال المختلطة والتي تجذب المهتمين والرياضيين الذين يمارسون هذه اللعبة الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف التي رسمناها لتزيد من شعبية هذه البطولة لتصبح البطولة الرقم واحد في العالم وقد أشاد سموه بالمستوى القتالي الكبير الذي قدمه اللاعبون خلال النزالات والذي عكس بشكل كبير التحضيرات الجادة لمشاركتهم في منافسات هذه البطولة حيث أضف على أجوائها الحماس والندية والإثارة والذي شكل عاملا من عوامل النجاح مشيجا سموه بالتنظيم والحضور الجماهيري والتقطية الإعلامية من مختلف وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية مقدرا سموه في الوقت ذاته الجهود التي بذلتها منظمة بريف برئاسة السيد محمد شاهد في الإعداد والتحضير الذي انعكس على ظهور هذه البطولة في أبها حلة وقد تابع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة جميع نزالات البطولة حيث أزر سموه لعبي فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة وهما اللاعب البحريني حسين عياد واللاعب غمزات محمدوف الذين حققوا الانتصار في هذه المشاركة هذا وتوج سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة اللاعب الأمريكي بوبا جنكيز بلقب وزن الريشة عندما حقق فوزا مستحقا على حساب اللاعب البرازيلي لوكاس مارتنيز في الجولة الأولى من النزال الرئيس الذي جمعه بينهما في النسخة الرابعة والعشرين من البطولة حيث نجح اللاعب الأمريكي في المحافظة على لقبه في هذه البطولة لدينا مشاهير ومسؤولون حكوميون من حول العالم كما حضر مغنونة ونجوم أفلام تحت سقف واحد في لندن هذا شيء لم تشاهده لندن من قبل وهو حدث لم تره أوروبا أيضا الحدث ليس فقط جيدا من أجل اتحاد بريف القتالي بل سيفيد لعبة الفنون القتالية بشكل عام كان لدينا أيضا نزالات رائعة شهدت العديد من الضربات القاضية وكان شيء لا يصدق أن ترى الجمهور يستمتع بهذا الحدث وهو أول عرض للمدعوين فقط وحقق نجاحا باهرا لندن همارة ميزة بطولة بريف عن الباقي أنه كانت فيها دعوات مفتحة واحدة كل الفايتارية كان فيه دفاع واحد عن اللاقب عن الحزام الفايتارات كانت واحدة أحلى التنظيم كان مرتب أكثر من كل شيء يعني المكان دائما إذا بريف دائما تختار أماكن بلدان يديدة وهي اللي يساعد في زيادة الجمهور فحمد الله الجمهور كان أكثر ومن ناس يعني غير المتابعين حق الرياضة فهي اللي كان ميز فيها بريف بطولة لندن كانت بطولة جدا مهمة بالنسبة لي اتمرنت حق الفايت يعني فترة طويلة للنفس ما قلت في بلاي الفايت جدا مهم أول مرة بلعب في مشواري الاحترافي مع ضد خصم أوروبي فاستعديت إلى أكثر من أي إفنت استعديت من قبل والحمد لله نهاية الفايت كنت رفعت اسم المملكة وهي اللي احنا نشتغل عليه منظمة بريف رغم أنه صغر سنها وتوهصر لها كذا سنة ولكن وضعت بصمتها بكل مكان في العالم في كل قارات العالم نتكلم عن منظمة خذت من أفضل اللاعبين الموجودين على مستوى العالم في نقطة المختلطة وحطتهم في مكان واحد شفنا مستويات عالية جدا من الاحترافية منظمة بريف راح تكون منافس قوي جدا في نقطة المختلطة وهي كذلك الآن منافس قوي ولكن راح نشوف كذلك راح تصعد بشكل أكثر هذا شيء واضح من كل الإفنتات اللي قاعد نشوفها والتنظيم الرائع ومستوى اللاعبين والبطولات اللي قاعد تصير على مستوى العالم أنا فخور جدا أن أكون جزءا من هذه المنظمة ورؤيتها أنا أدعم المنظمة والمنظمة تدعمني ونشكر اسمه شيخ خاد بن حمد الخليفة على هذا الإفنت الرائع اللي فعلا وضع بصمة جديدة لمنظمة بريف العالمية في العاصمة البريطانية لندن وعلى مستوى العالم كذلك